في حال استمرار عدوانه لن ينال إلا مزيدا من الهزائم إننا وإزاء هذا الهجوم الصهيوني على معبر رفح ندعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد لقاء عاجل على مستوى وزراء الخارجية وأخذ مواقف عاجلة وفاعلة لوقف هذا الانتهاق وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه ضد شعبنا ومقدراته وإجباره على الالتزام بما تم التوصل إليه من اتفاق نقدر عاليا موقف أشقائنا في مصر في قصف وفي إدانة قصف الاحتلال وعدوانه على معبر رفح ونثمن رفضهم طلبه فتح المعبر في ظل هذا القصف وتواجد آلياته العسكرية فيه وأن لا يفتح المعبر إلا وفق الآلية السابقة ونؤكد أن معبر رفح كان وسيبقى بالنسبة لنا معبرا مصريا فلسطينيا خالصا لا وجود فيه ولا نقبل أي وجود فيه لأي قوة احتلال وعلان تنياهو وحكومته النازية أن يفهموا أن الحركة والمقاومة الفلسطينية لن تستجيب لأي مبادرة لوقف العدوان أو أي صفقة تبادل تحت الضغط العسكري وتصعيد العدوان وأن هذه الأوهام إن كانت في عقولهم ستذهب أدراج الرياح ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة كما يهدد مساعي الوسطاء في وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ختاما نؤكد أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إذا أقدم عليها العدو لن تكون نزهة لجيش الاحتلال الإرهابي الذي سيجر في نهاية المطاف أذيال الخيبة وسيخرج مدحورا كما فعل من كل المناطق التي دخلها في قطاع غزة وتعرض فيها للإذلال على أيدي المجاهدين من كتائب القسام وسرايا المقاومة وفصائلها جميعا أدعو بالرحمة لقوافل شهداء شعبنا وأمتنا في معركة طفان الأقصى وعلى طريق تحرير القدس وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والحرية القريبة للأسرى والمعتقلين والنصر المؤذر القادم لشعبنا ومقاومتنا وإنه لجهاد نصر أو استشهاد